اذا موجود عندك بالبيت سكر حليب وبات دعيسا ونحضر قطيب كرام كرامال بهالمكونات البسيطة لهيد الوصفة منحتاج لثلاث رباع الكوب من السكر كبيتان حليب أربعة بات ربع كوب سكر إضافي ملعقة كبيرة من الفانيلا ورشة ملح صغيرة أول الشي بدنا نحضر الكرامال عندي هون ثلاث رباع كوب من السكر بحطهم هيك بمقلية أو طنجرة وبنقلهم على النار لحتى يتحولوا عندي لكرامال أهم الشي انو ما نحرقهم بملاعة ماكسموم إذا حسينا بدنا نحرقهم بنمسك المقلية ومنحركها شوي بس يصبت عندي الكرامال بضيفوا عندي هيك بالقالب وأكيد بتأكد إنو يكون على القالب كلياتو بعد ما كون جهزنا الكرامال منبلش هوني بالبيض عنا هون أربعة بات منضيف عليهم ملعة كبيرة من الفانيلا ورشة ملح أصغيرة وبدأ أخلطهم سوا كتير منيح بعد ما كون خلطت البيض بزيد عليه السكر عندي هون ربع كباية سكر وأكيد بنرجع منخلطها بقلب البيض وأخيرا بتضيف هلا عليهم الحليب عندي هوني كبايتين من الحليب منضيف الحليب على خليط البيض والسكر ومنرجع منخفقهم كلياتون سوا بها الشكل بيكون خلص معنا الخليط بجيب هلا أنا مصفاية وبتحط الخليط فوق الكرامال يلي أنا محضرته بالقالب بعد ما كون حتيت الخليط كله بالقالب مننقل القالب على باماري يعني أنا هيك حتيته بالقالب صينية أكبر وحتيت بقلبه مي ساحنة وبدي دخله هلا على الفرن أكيد الفرن محمى مسبقا على درجة الحرارة 200 بحطه بالرف في الوسط وأكيد مشعر الفرن بس من تحت بياخد حوالي ساعة ساعة وربع بالفرن بعد ما يطلع من الفرن بشيله من الباماري وبنطره تا يبرد بعد ما يبرد ويصير على حرارة الغرفة بدي دخله على البراد لحوالي 6 ساعات هلا بعد 6 ساعات بتطلعه من البرياد وبرجع بحطه بباماري يعني بصينية أكبر مع ماء ساخنة تا يضوب الكارامل ويسهل علي قلبه بس بتركه بالباماريشي 5 دقايه برجع بقلبه لايكو كيف ضغري بيطلع من القالب الكارامل سوس بيكون دايب شكله وطعمته ولا أروع وصفة كتير بسيطة وكتير سهلة بمكونات موجودة بكل بيت لازم لازم تجربوها إذا عجبتكن هيدا الوصفة وعجبكن هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك لها الفيديو سبسكرايب لماي تشانيل وأكيد فولو على الانستجرام لوصفات كتير طيبة وسهلة وسحتين وألف هنا اشتركوا في القناة